قناة العراقية الحكومية قناة العراقية الحكومية استضافت أشخاص محللين سياسيين من بينهم شخص انتقد مقتدى الصدر فماذا كانت ردة الفعل من الصدريين وبماذا اعتذرت قناة العراقية قناة العراقية جابت محللين سياسيين هذا المحلل السياسي أحد منهم شخص من الشخص قال رأيه في مقتدى طيب بماذا رد عليه من قبل أتباع مقتدى ياريت مخرج تعرض للصور صور المظاهرات مظاهرات وقيمت حول مبنى القناة القناة العراقية الصور شوفوا ياريت أقدر دقيق خلنا شوف هذه الصورة الأولى الصورة الشين وأكتب عليها الجماهير أمام قناة العراقية في بغداد لتقديم الاعتذار الرسمي من قبل إدارة القناة والمعتوه الذي استضافوه يوم أمس المقدادي العميل الذي أساءل الزعيم العراقي الصدر المقتدى تبا لإعلامكم المسيس صورة الأخرى قناة العراقية لو انمس السيد مقتدى بشعارة تتحملون تبعاتها وحينها سنحرق الأخضر بسعر اليابس يعني تهديدات من قبل السيارة الصدري وأتباعه طبعا مجرمين يفعلونها هذه يحرقون الأخضر بسعر اليابس كما قالوا مجرمين أتباع مقتدى ليس كلهم لو خليات خربت لأن هناك أناس شرفاء في هذا التيار الصدري كل ما يرون الباطل يوما بعد يوم يتتوضح لهم الصورة ينفضون عن هذا الأرعن مقتدى الصدر عن هذا الجاهل مستعدين للانتحار انظروا الصورة واضع يعني شيء رمزي أنه حزام ناسف على بطنه هذا الجاهل الأرعن أنه مستعد لأن يفعل أي شيء لمقتدى وبالفعل هؤلاء مغسولة أدمغتهم بالمال الصدري والمال السعودي الآن الذي دخل على الخط ومال الإمارات هذه الأموال التي مثل ما كان مرة سماحة الشيخ الحبيب أيضا قال هذا المثل الفلوس تغير النفوس وترقص أم العروس زين قناة العراقية صدرت بيان بناء على هذا الحدث اللي صار خلونا نقرأ البيان شيء غير مسبوق شوفوا شلون التيار الصدري استطاع أن يفرض نفسه شوفوا أنا حاول أقرأ هذا بناء على ما عرض في حلقة ستوديو النصر اليوم الاثنين والتي قدمت من قبل قدمت من قبل السيد عزيز علي رحيم واستضاف بها عدنان من عددا من المحللين السياسيين بينهم الدكتور كاظم المقدادي حيث تضمنت الحلقة إساءة لشخصية سماحة السيد مقتدى الصدر من قبل أحد الضيوف فقد تقرر ما يلي واحد حجب السيد عزيز علي رحيم من تقديم البرامج لمدة شهر من تاريخه اثنين يمنع منعا باتا باستضافة أي شخص برلماني أي شخصية برلمانية أو حكومية أو محلل سياسي يسيء للرموز الوطنية يعتبرون مقتدى من الرموز الوطنية يعتبرون مقتدى الآن شنو صنف مقتدى من الرموز الوطنية أيضا البند الثالث إعداد حلقة إعداد حلقة تلفزيونية اليوم الأربعاء بتاريخ اليوم للتسليط على الجهود الذي بذلها سماحة سيد مقتدى الصدر في جولته العربية يعني راح يعدون لخوش تقرير ينفخون بمقتدى يبينون بأنه والله حمامة السلام مقتدى الزبالة ذهب إلى ما يسمى بالسعودية وقابل ولي العهد هناك والعائلة الحاكمة وفعل كذا وصنع كذا وقال كذا وأقر كذا وما أدري إيش وأيضا ذهب إلى الإمارات وقابل هناك الحكام وفعل وعمل وكذا ولمعون صورته وصنعوا لتقرير بروبوغاندا جيدة دعائية جميلة إلى هذا الزبالة ويروجون الآن ويشرعنون عمالة مقتدى الصدر عبر الإعلام الرسمي في العراق هذا ما سيحدث كيف حدث هذا شوفوا شلون للباطل الناس شلون سبحان الله سبحان الله سبحان الله كيف يجتمعون على الباطل وكيف يحققون الأمور وكيف يفرضون الرأي على الدولة للتعصب لهذا الصنم الأرعن الجاهل أما لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا أبدا أعداء أهل البيت قتلت أهل البيت في الشوارع أسمائهم في المنايات على المدارس على الجامعات في الميادين كل مكان لكن أبدا لم نرى مثل هذا الفعل ولا مثل هذا التصرف أبناؤنا في المدارس في المناطق الشيعية يدرسون المناهج التي فيها تمجيد لقتلت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتحريف للدين لم نرى هذا هذا الفعل ولا هذا التصرف ولا هذا التحرك الشيعة تقتل في العالم في العوامية وفي البحرين وفي كل مكان لم نرى هذا التحرك ولا هذا التصرف للضغط على الحكومة العراقية لمثلا عمل شيء من أجل هؤلاء الأبرياء يا أمة ضحكة من جهلها أو ضحكت من جهلها لأمم بس بستعدين الضحون بنفسكم وبروحكم عشان مقتدى بس ما بعتم به أنفسكم هذا الأرعن الجاهل ترجمة نانسي قنقر